ايه اختك دي كل يوم لازم ترجع لنا كده وش الفجر هو فاق ايه الساعة ده اخلق على 12 هي ترجع لنا كل يوم متأخر كده الناس معادش بترحم يا عم كل شوية الناس تتكلم كده عندك حق والله العظيم يا شيخي الواحد بقى نفسه يعزل من البيت الهم ده بدل ما الناس فراحة والجاية كده عمالين يلقاحوا علينا اه يا خويا بسلامتها وصلت ايه الساعة 12 ونص بالله ايه فيه ايه وقفلني كده ليه ايه يا شيخي مفيش في يدك ساعة ما انتش شايف الساعة كم رجع الساعة كم سيادتك يعني اه ده عساسا انا قاعدة مثلا في الشارع بتفسح الناس اخرج انا والولا وقدا كده هو عشان اخرج انا وهو خرام عليك يا شيخ انت وهو التقل لا انا قاعدة ظهرت قطم في الشارع عشان ابيع الخضار والحاجة اللي انا شرياها دي عشان اجيب لي سيادتك انت وهو اكله وانا رجع بضل ما انت وهو اخوات الشامل كده وتنزل تشتغل انت ولا هو وتجيب فلوس كده هو تدخلوه في البيت وتخليني كده هو قاعدة بالساكتة في البيت لا ازاي انا اللي انزل واشتغل واجيب الفلوس وفي الاخر برضو مانيش عاجبة وتستعروا مني كمان والله ما انا عارف الا اها منين ولا منين الا اها من طليقي ولا اها من اخواتي حرام عليك ان اتعبتي وازهيت المهم حبيبتي جبت لنا حاجة ناكلها يعني ولا مش هنأكل النهار ده وهو السيادتك عايدلي من الصبح للساعة 12 مستنين اللماجي عصان انا بقى فاطبخه حرام عليك يا شيخ انتوه وما انت وعدين في البيت ما تطبخه ما تعملوا اي لومة وتطلوه ارحموني بقى ما انت عارف ان احنا منعرفش نطبخ بقى ام عملنا لومة اكلها بقى احنا عزين ناكل اللي بقولك ايه ما جبتش معك كده 500 جنيه عشان اجيبوا كتب بتاعت الجامعة بتاعتي ما عيش غل 400 جنيه خدهما همت وخلاص وحل عني بقى لغاية ما بقى ربنا يسهلها عليها بجيب لك الميت جنيه لنقصه عليك طب هاتيهم هاتيهم احسن من ما فيش ادخل يا حبيب ردها لك كده عالسيري شوية وارتاح حاضر يا ماما لما خلاص غدا هندهلا حاجب يالله ونعمل وكيل الواحد ما هوش مرتاح في الدنيا دي ابدا خالص والله العظيم زهئته وتعبته مع التأدرة قالوا في الاخر بيستعروا مني ومن لبسي يعني كنت هالبس ايه فسط السوق يعني هنزل بس لهم ملطون جنس وانزل بيه ما لازم هالبس جلبية ولا عباية الداريني يالله يا خوي انت هو عشان تاكله بقولك ايه عشان انت بعارفة خطبت جاية بكرة تتغدى معاني اعملي غدا قبل ما تنزلي طب وهتيجي امتى عشان احط الغدا واستناها مما تيجي لا 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 هي جاية مع مميتها وانت هتيجي تعبلها ازاي بمنظرك دي لا 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 بيسيبي بس لغدا وما كيف انت دعوة وانما هاجي هاعد مع انا واخوك وخليك انت في مصلحتك دي يعني ايه يعني تستعر مني في الاخر يعني انا اكلك ولبسك وشربك وفي الاخر كمان بتستعر مني يا شيخ الكيل انت وهو بقى معلش يعني سامحة عشان طريقة لبسك وكلامك يعني وطريقة اكل كده ما بتبقاش حلوة يعني الصراحة يعني فمش هدبقى حاجة اتشرف انك تعود معانا يعني في القعدة ولو مصممه تبقى موجوده معانا وهى تبقى موجوده في القادة ً tahun بأننا أيضا تكون لي فى الماضي حني توبني لانى هاجيبها حتى تشوف البيت بقى وتشوف الى القواد وتشوف يعيز اتغير عشان اعملها اوه انت انشاء الله هتجيبها تبتك وهتتجوّس هنا فى البيت معانا اا مال انا اجيبش امنان انا معايا فلوس اوه انت الأصلا بتشتغل عشان تجيب فلوس ما انت اللي انفاضل قاعد في البيت مش عايز انزل تشتغل ولا حتى اقولك تعالى ساعدني في الحاجة مش هين عليك تجلي تساعدني في الحاجة نعم ياختي انت عايزان انزل اشتغل معاك في الخضار اي افضحتي ما كفايا انت ياختي فتحانا في الشارع تفضحين انا كمان حصبي الله ونعمل الوكيل في الاخوات اللي منه ده قاعد انا اشتغل واتعب واصرف وفي الاخر يقولك لا ما خليكي عادي في المطبخ ما تكلش معاني عشان هتعرينه وعايز يتجوز ويقعد في البيت وانا برضو اللي عاد اصرف عليهم طب انا اروح بالولا فاة مليش مكان اجربت ابويا ده اعمل انا اي دلوقتي